من المنتظر أن تنتعيش خزينة فريق الوداذ الرياضي بمنحة مالية كبيرة بعد التأهل إلى دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم على حساب هافيا كوناكريل غيني وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد حدد منحة مالية بحوالي 700 ألف دولار للأنديا التي تتأهل إلى دور المجموعات من مسابقة دوري الأبطال ويرتقب أن يتوصل الوداذ بمنحة أيضا بعد تأهله إلى دور المجموعات من الجامعة الملكية المغربية تقدر بـ 100 مليون سنتيم وكسب فريق الوداذ الرياضي لكرة القدم بطاقة التأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بعد فوزها الصاحق بتلات أهداف نظيفة على ضيفها حافيا كوناكريل غيني في المباراة التي جمعتهما السبت بالمركب الرياضي محمد الخامس لحساب إياب الدور التمهيدي الثاني وكان فريق الوداذ الرياضي قد تعادل مع الفريق الغيني ذهابا في كوناكري بهدف لمثلها علما أنها المرة التاسعة لفريق الوداذ الرياضي على التولي التي يتأهل فيها إلى دور المجموعات لدوري الأبطال